سعت شركة لبيانا إلى مساعدة الشركات والمواطنين بشكل مباشر من خلال برامج الرعاية والمسؤولية الاجتماعية لفرع الشركة في المنطقة الشرقية حيث قامت بالمساهمة في صيانة مستشفى الجلاء وتسليم شحنات أدوية لمستشفى الأطفال ومستشفى السكري ببنغازي وتشهيز معمل تحاليل لمستشفى المعاقين استمر دعم فرع المنطقة الشرقية بالشركة فكانت لها مشاركة في بناء مقار الجوازات بالستمية واثنين ببنغازي وتخريج أول دفعة لهندسة الصحة والسلامة والبيئة وتكريم أوائل الحافظين لكتاب الله بمسجد السيدة عائشة ببنغازي لم يقتصر عمل أعضاء فرع المنطقة الشرقية على بنغازي فقط بل كانت هناك مساهمات في العديد من المدن فنظمت حملة للحقيبة المدرسية وزعت فيها أكثر من 1500 حقيبة مدرسية كاملة في طبرق والبيضة وبنغازي للنازحين حملات الشركة لم تتوقف ولم يكن المستهدفين النازحين وجهات الصحية فقط بل كانت تستهدف أهم فئات المجتمع كالشباب فكانت الراعي الرسمي لمؤتمر ITX للإبداع ثم باشرت في صيانة العديد من المواقع التي تتبعها فور تحريرها كالمواقع التي تقع في الليتي وشارع الحجاز وطريق المطار وسيدة عائشة وطريق السريع وحي لبنان وسيد فرج وتيكا كل أعمال الصيانة هذه تتزامن مع البدء بتطوير الشبكة للجيل الثاني والثالث بالمنطقة الشرقية حيث يسعى فريق العمل للرقيب خدمات الشركة والمشتركين لتستمر لبيانا في تحقيق عنوانها لبيانا حاتفنا بيتنا وعنواننا